العالم كله مما لا شك فيه اتأثر بالأزمات اللي بتحصل سواء في الأول أزمة كورونا أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية والاقتصاد العالمي كله اتأثر ومما لا شك فيه الاقتصاد المصري كمان اتأثر بسبب الأزمة العالمية لكن مبادرة حياة كريمة شغالة وبتنجز بمعدلات كبيرة جدا في كل القرى اللي ضمن المبادرة دلوقتي بقى فيه مشروعات خدمية انتهت بنسبة 100% في عدد من قرى ومراكز محافظات الوجه البحري والجيزة خلونا نشوف ازاي في التقرير اللي جاي المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل نجاحها في تحويل حياة المصريين للأفضل وتحقيق عدد من الإنجازات على أرض الواقع بمحافظات الدلتة في مختلف مرافق البنية التحتية فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في قرى محافظة البحيرة منها قرية الإبعدية بمركز دمنهور التي تم فيها إنشاء مجمع خدمات ومركز شباب ومركز طبي إلى جانب تنفيذ مشروعات في قطاعات أخرى كقطاع الأبنية التعليمية وقطاع الزرعة ومن البحيرة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية التي تم فيها إنشاء 724 مشروعاً ما بين تمهيض طرق داخلية وتطوير الاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعي كذلك فقد حققت المبادرة إنجازات عديدة في محافظة القليوبية بقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر وتم الانتهاء من مجمع الخدمات ومركز طب الأسرة والوحدة البيطرية وتغطية مصرف الأحراز بنسبة 100% وجاري العمل على مد وصلات الغاز الطبيعي للمنازل ورفع كفاءة مركز الشباب وإحلال وتجديد الجهد المتوسط للكهرباء أيضاً تم إنجاز العديد من المشروعات بمركز زفتة في محافظة الغربية في قطاعات عديدة كالصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والمياه والاتصالات وتم أيضاً تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات بقرية الحصحص في محافظة الدقهلية لخدمة المواطنين وذلك في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم وجميع الخدمات العامة وتم الانتهاء من مركز شباب الجروين بالحصص والوحدة الصحية بنسبة 100% والمجمع الزراعي ومجمع الخدمات بنسبة 98% ومحطة معلجة الصرف الصحي بنسبة 85% كذلك قامت مؤسسة حياة كريمة بالعديد من المشروعات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة وتم الانتهاء من المشروعات التابعة لقطاع التعليم والشباب والرياضة بنسبة 100% ومجمع الخدمات بنسبة 95% وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50% وقطاع الصحة بنسبة 45% وقطاع سكن كريم بنسبة 25% وما زال العمل متواصلاً في باقي محافظات الجمهورية بشعار المبادرة حياة كريمة لكل مصري ومصرية